السؤال اللي بعد كده من إسلام مو هو الاسم كده بتقول بنتي عندها شهرين حل نومها قليل قوي وفي عياض جامد ممكن أعرف هل شرب المياه هيبقى مفيد في الجو ده ولا لا ومعادل أكل بالنسبة لها يبقى إمتى طيب الطفلة عمرها شهرين مبدئيا يعني فعندها أسباب كتيرة قوي لعدم انتظام النوم وهي يعني في أسباب لعدم انتظام النوم في الشهور الأولى هي عندها شهرين أول سبب لعدم انتظام النوم هي طلب الطفل للرضاعة طول الوقت يعني أن الطفلة بتبعيز ترضع طول الوقت وده سببه أنه كمية الرضعة اللي بتاخدها الأطفال في العمر ده في كل مرة بتكون قطرات بتكون قليلة جدا يعني أنتوا بتفتكروا أنه هم بيرضعوا بس هم الحقيقة بقى المعدل اللي بياخدوه بيكون قطرات قليلة أوي عشان كده الموضوع ده بيتكرر كتير والموضوع ده مجهد يعني بيستلزم مجهود تمام يبقى أول سبب يخلي الطفلة ما تنامشي كويس هي الرضاع يعني عملية الولادة الطبعية حتى سحب الطفل خلال عملية الولادة الطبعية سواء باليد يعني بالطريقة الطبية طبعا أو باستخدام الملقاط الطبي أو ما شبه يعني ده بيؤدي إلى أن الطفل جسمه بيبقى واجعه والجسم ده بيفضل واجع الطفل عيني يعني شهرين وشهره وكلام ده كل لأنه بيتعافى من الحكاية دي طبعا عظام الأطفال مارينة بتتحمل ملبسات عملية الولاد ثالث سبب يخلي الطفلة ما تنامش كويس اللي عمرها شهرين هو تغيير المناخ الخاص بنوم الطفل يعني إيه تغيير مناخ النوم؟ يعني الطفل الوقت في عالم جديد هو طول الفترة بتاعة الحمل وهو جنين فعالم تاني خالص عالم مغلق عليه بقى وخلاص حفظه وعرفه وعرف أوله وآخره وبيتحرك فيه ده وهو جنين اتولد بالسلام فأصبح في وسط جديد في مناخ جديد في عالم جديد اللي هو عالم الحياة بقى بتاعنا احنا ده فده بيؤدي إلى اضطراب النوم عندهم تمام؟ طيب حكاية بقى أنه هم برضو ما بيناموش كويس في مقلقات للنوم في أسباب برضو تانية وطبعا إحنا هنلخص الحضراتكم فيما يعرف بالمقلقات الداخلية والمقلقات الخارجية خلاص؟ المقلقات الداخلية هو أن الطفل زي ما قلنا يكون جعان أو أن يكون عنده ألم لقدر الله ألم يعني مغص أو ما شابه أو أن يكون الطفل عايز يغير يعني متدايق مش بس عايز يغير يعني متدايق يعني حاجة وجعاه أو أنه وجعان أو متدايق دي المقلقات الداخلية أو عايز يتشال بيديه حاجة اسمها مقلقات داخلية أحيانا الأطفال بتبقى بتميل إلى النوم ما بين زراعي الأم أحسن من السرير ده في الشهور الأولى بس خلاص؟ لأنه حتى يعني أقول لكم حاجة تستغربوها قوي حتى صوت دقات قلب الأم يعني أنت لما تبقي شيلة للطفل كده أو الطفلة خلاص؟ وشيلة وحضنة كده وراسه بقى بتبقى هنا خلاص؟ صوت دقات القلب المنتظم ده هو الطفل بيبسامه لأنه بيبحطت ودنه هنا فصوت دقات القلب المنتظم ده بيساعد الطفل عنه شفتوا بقى إلى أي مدى يعني؟ تمام؟ دي المقلقات الداخلية المقلقات الخارجية بقى كتير قوي يعني اللي بيقلق الطفل أنه ما يعرفش هناك أنه مثلا يتشال من إيد لإيد أو أنه يكون لابس حاجة ديقة عليه وأنا هنا بنبه كتير قوي من الأمات والأباء يعني في عادة خاطئة تقول لي الأمات أو اللي هو أن الطفل يتلف الطفل آه بيقبي بنحطه في يعني في رداء كده خاص بيه بس ما يكونش مجدود قوي لأن الشد قوي دي الناس كتير قوي بتعملها وخصوصا أمهاتنا الكبار يقولوا إيه؟ اعملوها عشان الطفل يعني جسمه يتماسك لا هو متماسك وكويس ربنا سبحانه وتعالى خلقه في أتم صورة وفي أحسن صورة مش مستاهل من إينا إحنا إن إحنا نعمله يعني رباط ضاغط غلط غلط الكلام ده أنا بقول ده لأنه بشوف إن فيه كتير قوي من الناس بيعملوا الحكاية دي حتى بيعملوها في المستشفيات يعني المفروض بقى الأطقم الطبية في المستشفيات ينبهوهم إن دي حاجة غلط أو إن الأطقم الطبية نفسها ما تكونش بتعمل بقى الغلط ده لأنه حكاية الربطة القوي دي دي بتضايق الطفل ممكن تخليه ما يعرفش ينام كويس تمام؟ زي ما قلت ممكن يبعايز يغير ممكن يبعايز يتشال ممكن يبقى فيه دوشة دوشة دوضاء والدوضاء دي مش لازم يكون أغاني يعني وبتاع لا الدوضاء دي إن إحنا نكون بنتكلم فيه ناس كده يقولك ما إحنا صوتنا ما إحنا بنتكلم بصوت بلو الصوت ده أنتم مش فاهمين الصوت ده دوضاء بالنسبة للطفل فما بالكم بقى بالدوضاء الصريحة زي إن إحنا مثلا نبقى بالنايم الطفل وقريب منه الشباك والشباك ده على شارع والشارع ده فيه عربيات وكالاكسات وفرامل ومحلات مشغلة أغاني وبتاع فطبعا هينامس زي فاهمين قصدي زي إن الطفل يكون فيه حاجة مثلا بتدايقه نموسة دبانة فاهمين قصدي كل دي حاجات إحنا بسميها المؤلئات الخارجية وعموما برضو عشان تبقوا فاهمين إن عدد ساعات النوم عند الطفل من الولادة لغاية شهرين بيكون حوالي 17 ساعة على مدار اليوم مش 17 ساعة متواصلة يعني لما بنقعد نجمع عشر دقائق في نص ساعة في ساعة في ربع ساعة لما تقعدوا نحسبوهم كده من سن الولادة لسن شهرين بيكونوا 17 ساعة من عمر شهرين لعمر أربع شهور بيكون 15 ساعة بقيت السؤال طبعا كان فيه إنه عياد جامد طبيعي إن الطفل عياد أنتوا فاكرين إنه عياد جامد هو مش عياد جامد ولا حاجة هو الطفل طريقته في التعبير عن نفسه وفي طلب الشئ ما عندوش إلا طريقة واحدة ما عندوش حيال لسن بعد كده لما يجبر بقى ويتودك كده في الدنيا هيبقى عنده حيال كتير قوي يقول لنا بيها هو عايز إيه إنما في اللحظة الراهنة في الشهور الأولى من عمره لا يملك وسيلة للتواصل سوى البكاء هو تعلم إنه لما بيعمل السودة بيعيط كده خلاص كلنا بنجري عليه الأم بتجري وبتشيله وبتردعيه وبتغريله وبتطبطب عليه عليه هو حفز ده خلاص لغاية كل ما هيجبر شوية بشوية هيبتدي يستوعب أن هناك طرق تواصل أخرى مع العالم المحيط به وعلى الرأس هذا العالم طبعا الأم فاهمين قصدي إنما في الوقت الحالي البكاء ده أمر طبيعي أهم حاجة إيه إنه ما يكونش بيعيط عشان جعان لا ما يكونش بيعيط علشان عايز يغير ما يكونش بيعيط لقدر الله عشان متألم فاهمين قصدي إنما هو عشان يرضع بيعيط آه إنما هو إيه ما يفضلش بيعيط على طول هو إنما هو لما يعوز يرضع هتلا هو بيعيط أما هو هيقول لكم إن أنا جعان إزاي أنتوا فاكرين إنه هو رضع لكن بعد عشر دقيقة ولا ربع ساعة ولا نصف ساعة تلاقي الطفل بيعيط فنقول الله هو بيعيط ليه هو زعلان ليه كده هو زعلان عشان جعان لس هو عايز ياكل لس مش معنى كده إن أنت أكلتيه غلط لا معنى كده إنه هو لما جيه ياكل المرة الأولى كال على قده كال حبة صغارية لأنه هو بيرضع حاجات صغيرة وهكذا ما تسيبيش الطفل من غير غيار ما تسيبيش الطفل من غير شيل لازم تشيله والطبطبي عليه طول الوقت طول الوقت في الشور الأولى دي شرب الميا ممكن جدا بعد نهاية شهر التاني طبعا في الأجواء دي أو حتى بعد كده كمان بعد كل رضعب ندي من 1 إلى 2 ملي متر مكعب من الميا طبعا موعد الأكل مش دلوقتي خالص أنا بتكلم بقى على آخر سؤال موعد الأكل ده بعد نهاية الشهر السادس